موسيقى 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 سعيدة جدا ومشاركتي في المؤتمر الحقيقة في ثلاث مرة أشارك مؤتمرات التي تقيمها أكثمات الفيلمون وسعيد أكثر بموضوع المؤتمر الذي تتكلم عن تقنية الزكاء الاصطناعي وعلاقتها بالفيلمون لأنه مواكب جدا للتطور الذي حصلت دلوقتي في العالم بجانب موضوع كبير وشائج ومميزات وثمان عيون ومن ناحية تانية والحقيقة صار في دولي جدا خاصة أن أنا لما دورت ما لقيتش أبحاث أو رسائل اتعاملت عن استخدامات التقنية دي في مجال البلاء أو الرأس عموما يعني على حد علمي فالصراحة ده الداني دفعة أني أدور وأبحث في المصادر الأجنبية سواء كانت مكتوبة أو مرئية يعني زي الفيديوهات والحقيقة أتهمت جدا فيه بس الحقيقة كل ما كنت بشتغل فيه كنت بلاقي حاجات جديدة وكتب تبهرني الصراحة وشجعني أن أنا أشتغل فيه أكثر ففي العرض التقديمي ده أنا هحاول بقدر الإمكان أن نختصر وعذروني إذا كنت هطول عليكم شوية بس بجد يعني الموضوع ده يستاهل وأتمنى أن يكون البحث ده بداية أو نواة الأبحاث ورسائل تتعمق أكتر في استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال البلاء أو الرأس سواء في التصنيع والإخراج سواء في التدريب أو حتى في الأبحاث العينية طيب دلوقتي طبعا جوة البحث أنا مكلمة عن الأهمية وعن الأهداف وعن الأدوات أنا مش لازم أن أنا أذكرها تاني في الفيديو ولكن أنا هكتفي أن أنا هذكر مشكلة البحث لأنه طبعا مهمة جدا وبيقوم عليها البحث أصلا ككلها طيب واحد هل يمكن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كأدام وساعدة تفيد العاملين في مجال البلاء سواء كانوا راقصين مصممين مخرجين مدربين أو حتى بحسين هتفيدهم في الإبداع وتساعدهم على الإبداع المشكلة التانية هل إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في عروض البلاء والرأس بيتطلب من مصمم البلاء إيجاد طرق مختلفة للتصميم والإبداع ثلاثة هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في إيجاد سياغة جديدة لموضيع يعني ما كانش من الممكن أو من الإمكان إن إحنا نستخدمها أو نتناولها في عروض البلاء والرأس قبل كده أربعة هل يعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في عروض البلاء والرأس سلاح زوح الدين وليه خمسة هل يمكن الاستعادة بالرقصين البشر استخدام الروبوتات بدل منهم في بعض العروض الرقصة مستقبلا؟ ستة هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا في الفنون خاصة فن البلاء في المستقبل؟ الفصل الأول المبحث الأول مفهوم الزكاء الاصطناعي في الفنون خاصة فن البلاء وبداية ظهوره الزكاء الاصطناعي أو artificial intelligence المعروف بالAI هو ملوش تعريف محدد ولكن نقدر نقول أنه شكل من أشكال التكنولوجيا الحديثة بيستخدم في مجالات مختلفة منها طبعا فن البلاء وهو بيعتمد على تصميم أنظمة مبرمجة تسمح للكمبيوتر أنه يفكر ويتصرف ويستجيب يعني أنه بيحاكي القدرات الزهنية والحركية عند البشر إزاي؟ عن طريق إمداده بمجموعة كبيرة جدا من المعلومات والبيانات بطرق مختلفة علشان يقدر يحاكي مش بس يقدر يحاكي لا ده كمان ممكن يدي ردود أفعال ما كانش متبرمج عليها قبل كده يعني مثلا في مجال البلاء في طرق كتير يعني ممكن ندخل البيانات عن طريق أن مثلا تكون موجودة في جهاز الكمبيوتر من خلال فيديوهات للرقصين موجودة على الجهاز أو متخدم من اليوتيوب وممكن عن طريق برضه أن أجهزة استشعار أو أجهزة اسمها التقاط الحركة بتتحط على أجهزة الرقصين وبتتوصل لكمبيوتر عن طريق برامج معينة توصله عن طريق الزبزبات بتصهر على الكمبيوتر بشكل حركات معينة يقدر الكمبيوتر من خلال الحركات دي يطلع سلسلة كبيرة جدا من الحركات دي يعني متولدة من الحركات دي وموشن تراكين طبعا ده معروف في مجال السينما يعني بشكل كبير وفيه برضه طريقة تانية اللي هي الكاميرات ممكن تتحط على روبوتات عشان بتسجل حركة الإنسان وبعد كده تقدر أن الروبوت يعالجها وينفزها بشكل مختلف أو بشكل يحاكي زي ما قلنا حركات الإنسان وده طبعا هنتكلم عنه بشكل أكبر لما نيجي نتكلم على جزئية الروبوتات داخل البحث وإذا تكلمنا عن توظيف تقنية الزكاء الاصطناعي في مجال البلي الحقيقة كان فيه ناس اشتغلوا عن الموضوع ده من فترة التسعينات زي المصمم والمخرج الشهير ميرس كانجهام الحقيقة هو عمل عرض اسمه Life Forms بتقنية الذكاء الاصطناعي هو لقى نفسه أنه كبر ومش قادر أنه يصمم الحركات بجسمه علشان يوريها للرقصين ففكر في طريقة ينقل بيها أفكاره وأسلوبه وحركاته للرقصين عن طريق برنامج اسمه Life Forms خد اسم البرنامج ده وحطه كاسم للعرض اللي عمله من خلال البرنامج ده قدر المصمم أنه يخلي مجموعة من الرقصين يقوموا بعمل حركات معينة الحركات دي طبعا مستنبطة من أسلوبه في التصميم الحركات دي ادخلت للكمبيوتر بواسطة أجهزة بتتحط على أجزاء معينة في أجسمهم الأجهزة دي زي الموشن تراكر اللي هي أجهزة الاستشعار أو التقاط الحركة والحركات دي بيلقطها الكمبيوتر وتدخل لبرنامج اسمه Life Forms من خلال البرنامج ده نقدر نحصل على سلسلة لا نهائية من الحركات اللي هي بنسميها الحركات التوليدية اللي هي مستنبطة من أسلوب المصمم نفسه والحقيقة احنا شايفة ان الموضوع ده مهم جدا جدا وهيعمل ثورة في مجال تصميم وإخراج البليل لأنها يبقى فيه طرق مختلفة للتصميم ورؤية جديدة للحركات دي ده من ناحية ومن ناحية تانية احنا ممكن نعمل حاجة زي الاستنبط لأسلوب معين مصمم معين يعني مصمم ده مش موجود دلوقتي توفى مثلا فممكن من خلال البرنامج ده أو الطريقة دي نقدر ندخل الكمبيوتر مجموعة من الحركات اللي تعملت برؤية المصمم ده قبل كده ونطلع حركات توليدية مستوحام الحركات الأصلية يعني كأن المصمم رجع للحياة مرة أخرى وصمم بالي جديد فهل ممكن نلاقي بليه يتعمل بعد كده بتقنية الزكاء الاصطناعي يتصمم بالشكل ده؟ جايز؟ وعلى فكرة العروض أو الرأسات اللي بتستخدم تقنية الزكاء الاصطناعي بنقول عليها مشروع براجكت لأن المشروع ده بيبقى نتاك تعاون بين الفنان مصمم أو مخرج البليه وبين المهندس أو العالم في مجال التكنولوجيا وفي مثال تاني برضو المصمم مشهور جدا اسمه واين ماجرجر ومشهور باستخدامه للتكنولوجيا في عروضه خاصة تقنية الزكاء الاصطناعي وهو استخدم نفس الطريقة اللي استخدمها مارس كانجهم اللي هو ادخال الكمية حركات بتقوم بيها الرقصين عن طريق وضع المجسات أو أجهزة التقاط الحركة والاستشعار على نقط معينة في جسمهم تدخل الكمبيوتر بواسطة برامج معينة بتقنية الزكاء الاصطناعي بحيث أنها تطلع سلسلة كبيرة جدا زي ما قلنا حوالي 40 ألف تكرار كأنها صور بديلة من وحي الحركة اللي ادخلت اللي مستنبطة من أسلوب المصمم أو المخرج فيه بقى مشروع اسمه فيوجين أو الانسهار ده اتعامل برضو بتقنية الزكاء الاصطناعي بس اتعمل بشكل غريب جدا احنا عارفين المخرج أو مصمم باليه هو اللي بيدي دايما الأوردر أو بيدي الأوامر للرقصين يروحوا في الاتجاه الفلاني أو يتحركوا ازاي هنا تقنية الزكاء الاصطناعي هي اللي كانت بتتكلم هي اللي كانت بتوجه الرقصين يعني هنا التقنية دي حلت محل المخرج فبالتالي الصوت اللي كان بيتقال أثناء العرض ده مش صوت لبشر ومس صوت لمخرج حقيقي لا ده كان صوت معمول بتقنية الزكاء الاصطناعي فالحقيقة ان النوع ده من العروض خلق نوع من الحوار بين البشر والزكاء الاصطناعي وده ادانا منظور جديد ومختلف لشكل الحركة والتعبير والفن عموما يعني المبحث التاني استخدام تقنية الزكاء الاصطناعي كأدام وساعدة في تصميم الرقاصات تعليم البالي واعداد البحوث العلمية في المبحث ده بتكلم عن استخدامات تقنية الزكاء الاصطناعي في مجال البالي الحقيقة لها تلات استخدامات مختلفة اول استخدام في مجال التصميم والاخراج زي ما قلنا مشرحنا قبل كده ازاي بندخل بيانات او حركات بيقوم بيها الرقصين او مثلا بتدخل عن طريق فيديوهات من اليوتيوب عن طريق برامج معينة مزودة بتقنية الزكاء الاصطناعي وكلام ده وازاي بنستفيد منه ان لو مثلا المصمم او المخرج عايز ينقل تصور معين ومش قادر لانه نكبر في السن او عايز طلع رؤية مختلفة في الحركة الواحدة عايز تشوف رؤية مختلفة غير غير ابداعه هو يعني كأدام مساعدة لي في الابداع اما الاستخدام التاني فبنقدر نستخدمه في تعليم فن البلي احنا طبعا فاكرين ان وقت جائحة كورونا ظهرت الحاجة لتعليم البلي عبر برامج مثلا زي ومن الوقت ده اتطورت برامج تعليم البلي لغاية دلوقتي يعني مثلا في الوقت ده في ناس مثلا كبيرة في السن او عندها امراض معينة او مثلا سيدات العاملات لقيت ان حصص البليل اونلاين مفيدة بالنسبة لهم بشكل ما يعني بدل ما هما ينزلوا او يحضروا هما مثلا ما يقدروش لظروف صحية او لظروف نومة ما عندهمش وقت ممكن ان هما يحضروا حصص البليل على الاقل يحصلوا على الحد الادنى من التعليم البليل طبعا احنا عارفين ان الموضوع التعليم البليل ده موضوع طبعا كبير جدا واساسي حضور المتدرب او الراقص لحصص البليل بس زي ما قلنا ان في بعض الظروف بنلجأ للبرامج عن طريق الانترنت طيب من الوقت ده ظهر الطرق بقى مختلفة او تكنيك مختلف اسمه الزكاء الاصطناعي توليدي تقنية دي بدت تساعد المدرسين او معلمين البليل على تصميم رقصات او حركات مناسبة لفئة معينة او اي فئة خاصة زي كبار السن زي ما قلنا قبل كده تاني طريقة اللي هي الموشن تراكر او اداة تعقب الحركة بتتحطى على جسم المتدرب زي الراقص بس في الحالة دي الهدف منها مش الهدف ان انا بطلع منها حركات مختلفة زي التصميم لا انا هنا الهدف ان انا احلل الحركة واقول اخطاء المتدرب يعني كأنها تغذية راجعة وتالت تقنية في التعليم البليل تقنية الواقع الافتراضي او الواقع المعزز ده يفيد بقى في حالة ان المتدرب مثلا عايز يحس ان هو جوه جو صالة البليل وان هو كأنه حاضر بالفعل في صالة البليل بس هو مش موجود بس هو بيتمرن من خلال البيت مثلا فهو بينبس نظارة افتراضية وبينفذ الحركات اللي بتتم في الحصة بس من خلال النظارة دي هو كأنه موجود في صالة البليل نفسها والحقيقة انا بشوف ان موضوع تعليم البليل عن طريق تقنية الزكاء الاصطناعي اه عن طريق الاونلاين والاستخدامات اللي احنا قلنا عليها ده موضوع شائق شوي غير الاستخدام الاولاني اللي هو تصميم اخراج البليل ده بيتطلب ان احنا نعمل ابحاث متعمقة في الموضوع ده شوي لانه من الصح مليون في المية ان انا اعلم البليل عن طريق الاونلاين يعني انا بصفتي دكتورة في معد البلي وكنت سولي استأول فرقة بالي ابر القاهرة لمدة خمستاشر سنة شايفة ان احنا اذا لجأنا للموضوع ده لازم يكون مدروس وليه زوابط معينة يعني لازم يتعامل منهج خاص بكلاسات الاونلاين مختلف عن كلاسات اللي هي اللي بتتعامل في حضور المدرب والمتدرب بس برضو عشان نبقى واضحين ان ساعات حصص تعليم البلي بتبقى مفيدة في بعض الاحيان اللي بيبقى فيه ظروف معينة في البلد ظروف زي مثلا كورونا او او مثلا ظروف المتدرب ما بيقدرش يحضر فعلى الاقل انا بوفر له حد ادنى من اللياقة اه معرفة اساسية لاوضاع القدم واوضاع الايدين الاساسية مثلا في فن البلي بس ماقدرش اتعمق قوي في تعليم البلي واقول ان انا اقدر اطلع راقص او متدرب او محترف مليون في المية عن طريق الانلاين لا تالت استخدام واخر استخدام لتقنية زكاء الاصطناعي في مجال البلي هو في مجال الابحاث العلمية والحقيقة يعني المجال ده برضو هعامل ظورة كبيرة جدا جدا وانا شايفة ان الفكرة ببساطة هي بتساعد او بتسهل على الباحث انه يعمل بحث بتاعه يعني التقنية دي بتوفر وقته مجهود لانها بتحط فريم او اطار مبدئي بيسهل على الباحث بعد كده انه هو يشتغل في البحث بتاعه يعني فكرة برضو التقنية دي انه هي بتاخد بيانات عن حاجة معينة مثلا زي نوع عايز يعمل شخصية مشهورة في مجال البالي من خلال انترنت او من خلال داتا هو اللي يدخلها بنفسه اه للكمبيوتر وبالتالي بعد كده هي ممكن تعمله كمان او عرض تقديمي بشكل مبدئي هو بعد كده ينظم الموضوع ده فانا شايفة ان هي بتوفر وقته بتسهل على الباحث او الفنان عموما اه ان هو يقدي عمله وفي مواقع كتير جدا بتستخدم تقنية الزكاء الاصطناعي وبتساعد الباحثين انوا عملوا ابحاثهم اه بمقابل او بدون مقابل وفي كتب كمان اتعملت عن تقنية الزكاء الاصطناعي خاصة استخدامه في مجال البحوث العلمية احنا ممكن بصفتنا باحثين اكاديميين اه نتعمق اكتر في الموضوع ده بعد كده بحيث ان احنا نشوف امكانيات المتاحة اللي بتقدمها لنا التقنية دي وازاي ممكن نستفيد منها بشكل يفيد مش يضر الفصل التاني المبحث الاول استخدامات الزكاء الاصطناعي متعددة في عروض البالي والرأس استعراض لبعض النمازج من عروض البالي والرأس العالمية بتقنيات الزكاء الاصطناعي في المبحث ده انا بتكلم عن التقنيات المختلفة اللي بتدخل فيها الزكاء الاصطناعي يعني مثلا عروض الهولوجرام احنا عارفين ان عروض اللي بتتخدم تقنية الهولوجرام او الاسقاط المجسم سلاسي الابعاد دي مش تقنية جديدة قوي دي بتستخدم من فترة خاصة في مجال الدعاية والاعلان ودخلت مؤخرا في مجال البالي وهي طبعا تقنية مكلفة جدا ولكن هي صراحة ممتعة جدا للمشاهد لان هي بتدي رؤية مزدوجة يعني المشاهد بيشوف حاجة حقيقية وجمعها حاجة غير حقيقية في نفس الوقت فكأن السينما والمصرح اتقابلوا مع بعض فيه بقى العروض التفاعلية ودي برضو بتستخدم تقنية الزكاء للصناع تستخدمها على كذا مرحلة اول مرحلة هي مرحلة الرقمانة يعني برضو بستخدم كاميرات الاستشعار او ادوات التقاط الحركة اللي بتبقى على اجسام الرقزين تاني مرحلة بنستخدم البرامج اللي على الكمبيوتر اللي بتدخل فيها الحركات وبتقدر تعمل التغييرات الممكنة اللي ممكن تتعمل عليها اخر مرحلة بقى في العروض دي استخدام الاجهزة العرض السلسية الابعاد اللي بتسقط على المسرح على شاشات مرقية او غير مرقية بيظهر بقى كل اللي عملناها على الكمبيوتر على الشاشات دي وفي بعض الاحيان الرقصين بيبقوا لابسين الاجهزة دي وهم على المسرح اصلا في وقت العرض الفعلي للعرض ففي الوقت ده بيعمل الكمبيوتر ترجمة للحركات اللي بيقوم بيها الراقصين اثناء العرض الفعلي وبيدي ابعاد تانية بيقدر يشوفها الجمهور ومسلا يقدر مسلا الراقص ان هو يعمل حركات بايده مسلا على الشاشة فيقص رد فعل الكمبيوتر بناء على الحركة اللي بيعملها الراقص فكأن الراقص ساحر وده طبعا بيدي رؤية مختلفة ومبهرة للجمهور هو بيتفرج على التقنية دي في عروض المسرح رأس الافتراضي وزي ما قلنا قبل كده في مجال التعليم ان ممكن ينلبس نطارة بحيث ان الراقص او المتدرب يتخيل ان هو في بيئة معينة او بيئة افتراضية نفس الشيء بالنسبة لعروض البلية ممكن المشاهد يلبس النطارة يشوف فيها راقصين حقيقيا بيتحركوا بس السينغرافية فيها مخلقة رقميا فطبعا ده بيتطلب تقنية عالية جدا من الزكاء الاصطناعي وبيتطلب ان يكون فيه متخصصين يبقوا موجودين في نفس وقت عرض العروض دي ان هما بيغيروا السينغرافية اللي بتتعرض جوه النظارة اللي لبسها المشاهد فيه بقى كمان عروض لرقصات مسجلة معمولة بتقنية الزكاء الاصطناعي يعني فيه تقنية اسمها رانا واي جينريتر دي اداة الزكاء الاصطناعي بتحول النصوص لفيديو من خلال الاداة دي قدروا ان هما يحولوا الحيوانات لرقصين بيقدوا حركات البليه يعني هنا احنا مش قدام مثلا رقصين بليه لبسيد ماسكات لا دلهم حيوانات فعلا بجد طبعا ده جوه الكمبيوتر بيقدوا حركات البليه كأنهم بنقبنين فطبعا بالطريقة دي حصل مسج ما بين الحركات البشرية على الاجسام الحيوانية فطلع عرض لحيوانات رقصة الحقيقة انا لما شفت لعرض ما حبتهش او يعني ما عرفش حسيت انه مسخ ولكن في ناس تحب تتفرج على النوع ده من العروض شكل جديد كنوع من انواع الفضول يعني في بقى عرض انا شايفها غريب جدا جدا احنا متعودين دايما ان رقصين البليه هما بيمشوا على المزيكة او بيتبعوا المزيكة هنا بقى الموضوع بقى العكس تماما يعني ايه يعني الراقص هو اللي بيماشي المزيكة بناء على خطواته وحركات جسمه بتقنية الزكاء الاصطناعي اللي عملتها شركة ياماها اليابانية قدرت ان هي تطور طريقة تخلي رقص محطوط على جسمه مجسات معينة بينقل زبزبات معينة كل ما يتحرك بينقلها للبيانو فبترجم حركاته الموسيقية لنقوة موسيقية تتعزف فلا البيانو كأنه بيعزف لوحده يعني كأنه بيعزف الراقص بيعزف على البيانو بجسمه ورقصة دي الحقيقة عجبتني جدا جدا واتمنى انتو تشوفوها وهعرض منها وهعرض جزء منها في البحث ده موسيقى هنيجي بقى هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا هو الروبوتات الراقصة هنلاحظ ان هنا فن الرأس اندمج مع علم هندسة الميكانيكا يعني هنا المزج بين الفن والعلم فيه أبهى صوره حاجة غريبة جدا ان احنا نلاقي روبوتات بترقص طب ازاي الفكرة الفكرة ان الروبوتات دي عندها مجموعة كبيرة جدا من الكاميرات واجهزة الاستشعار وكل ما زادت الاجهزة دي كل ما كانت عملية المحاكاة اقرب للواقع او اقرب بشكل اصح لحركات البشر عشان كده طول الوقت بيتم تطوير ادوات لبرمكة الحركة عشان نخلي الروبوتات دي تقدر تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت زي مثلا نتحرك اليدين وفي نفس الوقت تمشي فانا حابة تكلم عن شكل الروبوتات دي يعني فيه روبوتات على شكل الانسان كأنها انسان آلي وفيه روبوتات على شكل الكلاب بنقول عليها روبوتات ربعية الارجل او الكلاب الروبوتية الراقصة يعني فيه اجيال مختلفة من الروبوتات بامكانيات مختلف فمثلا بالنسبة للروبوتات على شكل الانسان الآلي دي ممكن روبوتات ترقص مع بعضها او ترقص مع الانسان انا من خلال مشاهدتي لرقصة صنائية بين الانسان وروبوت لاحظت ان الروبوتات دي بتنفذ الحركة بدقة كبيرة جدا يعني احنا في العادي بنقعد شهور عشان نتدرب على حركة معينة تتعامل بشكل معين وفي الاخر برضو ممكن نغلط لكن الروبوتات دي ما بتغلطش ولكن عندها عب كبير جدا ان ما فيهاش روح ما فيهاش انفعال سواء على الجسم او على الوش زي البن قدمين فهل ممكن تطور تقنية الزكاء الاصطناعي ان الروبوتات دي تقدر تنفعل وتتأثر زي البن قدمين مش عارفين بس انا متأكدة من حاجة ان احنا عمرنا ما هنقدر نتفرج مثلا على بليزة بحيرة البجع بالروبوتات يعني ما نقدرش الروبوتات ناس نتفرج على الروبوتات بترقص بحيرة البجع وتلبس التوتيهات وتلبس البوانت مش هنقدر نستسغها يعني ولكن ولكن ازاي ممكن نوظف الروبوتات دي بحيث ان احنا نقدر نشوفها ونستوعبها ونستمتع بيها وهي بترقص ده هنتعرف عليه في المبحث التالت المبحث التاني الزكاء الاصطناعي وتأثيره على الابداع الفني الرقص في المبحث ده انا بتكلم على تأثير تقنية الزكاء الاصطناعي على الابداع الفني الرقص يعني بتكلم على مخاطر ومزايا زكاء الاصطناعي يعني بالنسبة للبليء والرقص ساعات بيتم استغلال الحركات بتاعة الرقصين بدون علمهم مثلا يعني ممكن يستغل مثلا تصميم بلي معين بدون علم المصمم من خلال الفيديوهات الموجودة على المواقع اليوتيوب ومن هنا لابد ان يكون فيه آلية للحفاظ على الملكية الجسدية او الملكية الابداعية زي الملكية الفكرية في المجانات الفنية الاخرى زي الكتابة والرسم والتصوير وعلى ناحية التانية انا بشوف ان ممكن اداة الزكاء للصناعة تبقى اداة مفيدة جدا للفنين لانها بتوفر جهد وبتوفر وقت وممكن بتوفر كمان رؤة مختلفة في مجال التصميم والاخراج زي ما قلنا قبل كده ايزا استخدمناها بشكل صحيح ما يضرش وفي نفس الوقت نحافظ على حقوق الفنين سواء كان راقص او مصمم او حتى كمان باحث في مجال البلي او في اي مجال اخر ففكرة ان الزكاء للصناعة يلغي الابداع دا مصحيح لان المبدع هو اللي صمم الادا دي عشان تساعده فازاي الادا دي ممكن تلغي فهو الاساس سواء كان مبدع في مجال البلي او في اي مجال اخر فلكن فكرة ازاي اطوع الادا دي هي دي المعضلة الاساسية اللي انا شايفة ان لازم يتعامل عليها الفترة الجاية ابحاث ودراسات كتيرة جدا عشان شوف الطرق المناسبة للاستفادة من تقنية الزكاء الاصطناعي في مجال البلي او في مجال الفنون عموما المبحث التالت كيفية تطويع الزكاء الاصطناعي لخدمة الفنون في المستقبل خاصة فن البلي في المبحث ده بنتكلم عن كيفية تطويع الزكاء الاصطناعي لخدمة الفنون خاصة فن البلي طيب احنا كنا بنتكلم قبل كده عن ازاي ممكن نستخدم او نستغل تقنية الزكاء الاصطناعي في عروض البلي يعني مثلا ممكن نستخدمه زي السينما يعني ايه يعني فيه موضوعات زي الخيل العلمي او موضوعات ما وراء الطبيعة او موضوعات افلام الرعب بتاعت هيتشكوك شارلز ديكنز يعني ليه ما نعملش عروض بلي او عروض ميزيكل على الحاجات دي احنا ما كناش نقدر نستخدمها كمواضيع قبل كده لكن بتقنيات الزكاء الاصطناعي المختلفة سواء هولوجرام سواء التقنيات بتاعة العروض التفاعلية او نقدر نقدر كمان نستخدم الروبوتات كل ده ممكن نحققه يعني احنا ننقل السينما عالمصرح ده كمان ممكن نعمل موضوعات عن التاريخ الفرعوني عن مسلا الملوك الفرعنة او عروض بلي تتعامل مسلا جوه الهرم بتقنية الواقع الافتراضي يعني انا مش محتاجة اقول ان ده ممكن يعمل ثورة في مجال السياحة في مصر وممكن يجذب السياح من مختلف انحاء العالم لانها يتفرجوا على العروض مختلفة تماما شكلا ومضمونا يبقى الفكرة ان مخرج او مصمم البلي يقدر يدور على سيناريو او لبريتو مناسب ازاي يقدر من خلال السيناريو ده يستخدم تقنية الزكاء الاصطناعي في عروض البلي يعني ما يبخالهاش بشكل عشوائي لا لازم تبقى بشكل مدروس ولازم المخرج او مصمم يتعاون مع المتخصصين في التقنية دي عشان يعرف حدودها ايه ويقدر يستخدمها في ايه ويقدر يوظفها في العمل وانا هنا بأكد على ضرورة وجود آلية للتعاون بين معهد البلي في اكاديمية الفنون وما بين شركات التقنيات الحديثة في مصر المتخصصة في تقنية الزكاء الاصطناعي يعني انا من خلال البحث ده يعني القيت بشكل مبدئي وشكل مبسط على استخدامات الزكاء الاصطناعي في مجال البلي احنا بقى محتاجين نفعل تواصل مع الشركات دي علشان نقدر ننتج اه ونصمم عروض راقصة مصرحية بالتقنية دي نقدر نحنا نزود مصادر التمويل الذاتي لاكاديمية الفنون من ناحية ومن ناحية تانية نقدر ننشط السياحة في مصر محليا ودوليا ترجمة نانسي قنقر